السلام عليكم اخوتي اخواتي تمنى تكونوا بخير والاخير اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم مرغيفات مع مرغيفات بالخوطر وشوية الكفتاء ديال الادنت يجوا الصراحة جوينيون وينفعوا هكا الوقت ديال الكفتين تمنى انكم تتابع معي الفيديو حتى الاخر وتشاركوا معي بتعليقكم كيف اجتكم الوصفات خمقيلة هنا يا اخليت واحد البصلة كبيرة قطعتها هكا شلطها يعني قطعتها هكا رقيقة ودرتها تشحر هي وشوية واحد جو سنيفات متاع التومة ودفتع لهم الملحة او خليتهم ايه تشحر واحد شوية بعد ما تحضرها شوية ضفت هنا واحد جوش خز جويات محكوك انها كفل حكا كرقيقة قرعة كذلك محكوك انها كفل حكا كرقيقة والكفتاء ديال الادنت هنا او لا تقدروا تتعملوا لكفتاء ديال انغني نحرك المكوينة كاملة ونجعلها حتى هي الطيحلة وذلك الساعة علي نضيف التوابين بالنسبة للتوابين بعد ما احركتك الخوطر وذلك الكفتاء اخذت كذلك شوية تحميرة وشوية سكينجبير وضفتهم على الحشوة وعلي نضيفها هذه العمارة حتى تشحر لي من بعد ما تشحرت لي هذه الحشوة نضيف شوية اللاسوس حارة او لا تقدروا تضيفه الهريسة يعني اللي متوفر عندكم فتر انا عندي هذا اللاسوس هذه اللي كتكون خفيفة بحلاقة نضيف الكيميه لا حسب الرغبة يعني اللي كتعجبوها كنسبة الحار لما يكون الحار طبيعة الحال يستغنع لها او لا يدر هي واحد شوية سنخلطوها مزيان ونجعلوها تشحر حتى تهبط لي الخضراء مزيانة وطيبية نضيف هنا بالنسبة لعجينة المسمن خليت هنا ثلاثة ديال الفرس اوزلفة ديال الفينو وكتبية اتصابتوا نضيف الكيميه انا نضيف الكيميه وحضر بلخميه اوزف الملحة ونجعلوها اوزف الملحة اتصابة اوزف الملحة ونضيف اتصابة اتصابة لقد تغطيتهم كبسة براء لترجم بجميع الارتح و تدري الفاق المنزل و تغطيتهم كبسة لفاق بلاستيكة حسنا من التحديد يجب السرع من بعد سنمتل الجذبها لنشكلون على طويل رغيف نجدها كرغيفة نجدها كبسة و رقائقة جدا نضحها بزيت نستعمل غز زيت لا نستعمل زب دلاتة نضحها بزيت نضع الحشو على الرغيفة بالنسبة للحشو بطبيعة الحلقة تبقى اختيارية نحاول انطفوها على شكل رغيفة نورقه بالزيت بهاد الطريقة سوف نقدم عاكم الرغيفة اخرى ان شاء الله سوف نحاول انطلقوا الرغيفة مرقاقين جزاف بس يجيوكم مرقين الجزافة سوف نضع الحشو على الرغيفة على سبيل الم stamين سوف نضاف الحشو البطبيعة كفزية بسبب نزع الحشو على الرغيفة مع الشحمة ومنية الشحر لكم تضيفون لها المعدنوس وزيشون مقطع كتجيحوا شو خاطر أو كتجيزوينة بطبيعة هذا كدو شو دية تحميره شو دية البزار يوصفوك وتخليه هناك تشحر مثيرا وتعمر بهذا الغيف كي يجوه رائعين الصراحة في القوتين نتمنى ان هم هذا الغيف هادو ديال ليوم عالا للاعجاب ديالكم وتجربوهم من بعد ما قد يصبح رغيف ديالي غمدة كنت طيب بيهم لقد تشوفو يجوه مورخين كي يجو خالي من الداخل كي يجوه رائعين الصراحة هادو الحبات اللي طيبت الأول سافي كنت استمر بهذا الطريقة حتى كنت سيجع الكمياء اللي عندي نتمنى ان رغيف دياليوم يكونوا أجبوكم ونتمنى انكم تجربوهم صراحة كي يجوه زوينين وكي يجوه مورخين كي يجونا كنت تشوفو في الصورة وهذا هو الشكل النهائي ديال الرغيف صراحة كي يجوه رائعين نتمنى انكم تجربوهم زوينين هكا القوتين سيرت فوقت ديال برد يعني هذا الرغيف كي يتكرروا بكثرة كنت هنا كنت تصل لانهائي ديال الفيديو ديالي نتمنى ان انا يقول اعجبكم اذا اعجبكم ما تنسوني شمال لايك وشكرا بزاف على مشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة